لا يزال تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حجر عثرة أمام التنفيذ الفعلي للخروج. ومن هنا أشرت صحيفة ساندي تيليغراف إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا مي ربما تسعى لتأجيل تصويت مهائي في البرلمان قبل أقل من ثلاثة أشهر على الموعد المقرر للمغادرة. وقالت إنه من المعتقد أن يضع مساعد مي خطة لجعل موافقة أعضاء البرلمان مشروطة بتقديم الاتحاد الأوروبي لمزيد من التنازلات. وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة في الحد من حجم المعارضة في البرلمان لخطتها مع إتاحة المزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات مع زعماء الاتحاد. والترات مي في ديسمبر لتأجيل تصويت على اتفاق الخروج في ظل معارضة شديدة داخل حزبها وجامعات أخرى في البرلمان. وتم تغيير موعد التصويت لبداية الإسبوع الثالث من يناير بعد مناقشة من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل ومن المقرر أن تترك بريطانيا لتحاد الأوروبي في 29 من مارس. وأثار عجز مي حتى الآن عن إقرار اتفاقها في البرلمان قلق رجال الأعمال والمستثمرين الذين يخشون من أن البلاد تتجه إلى الخروج بتكلفة اقتصادية كبيرة دون اتفاق.